شهدت الجولة التفاقدية لوزير البترول وثروة المعدنية كريم بادوي بحقول السحراء الشرقية أقدى ورشة عمل لعددين من شركات الانتاج بالمنطقة بيترول خليج السويس جابكو وبيترول بلعيم وبيترول بيترو جولف ومصر السويس للزيد سوكو وشقير البحرية للزيد أوسوكو وتم خلالها عرض الخطط الانتاجية وتنموية التي تنافذها الشركات الخمسة وأكد بادوي أن رحلة قطاع البترول في العمل على تدليل التحديات وزيادة عمليات الاستكشاف والانتاج والتنمية مرهونة بالالتزام بتشغيل الآمن وتأصيل ثقافاته لدى الجميع وأن هذا أمر لا تهون فيه لافتاً لأن الكل مكلف بالمشاركة في زيادة ساعة العمل الآمن والحفاظ على الكوادر العاملة وتطبيق كافة الاشتراطات اللازمة لذلك